السلام عليكم ورحمة الله نحن الآن في عقبة التوحيد الرابطة بين محافظتي النماص والمجارته والتي تخضع لمشروع صيانة موسع بعد تعرضها لانهيارات بسبب الأمطار والأهمية هذا المشروع فإن معالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر الدلامي زار العقبة ووقفها على سير العمل فيها قبل ثلاثة أسابيع تقريبا المشروع أتى بعد تعرض العقبة لانهيارات بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها النماص قبل عدة أشهر وأدت إلى تساقط الصخور في عدة أماكن من العقبة مما تتسبب في إغلاقها وأعلنت حينها الهيئة العامة للطرق عن إغلاق العقبة مؤقتا ودعت لاستخدام الطرق البديلة مدير فروزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة أسير عن مهندس عبدالله الغامدي صرح في حينها عبر جريكة المدينة بأنه سيتم عمل الصيانة لأزمان الطريق وفتحه بعد انتهاء الحالة المطرية ولكن يبدو أن المشروع مطول بحسب المشاهدات على الأرض وطبيعة العمل الذي يجري لمعالجة عدة مواقع في العقبة من المتوقع أن تكون مصدر خطر لتساقط الصخور وعمل مدرجات في بعض الأماكن لحد من الانهيارات حسب ما عرفت من أحد العاملين هنا أن المشروع مكون من عدة مراحل ولازلنا في المرحلة الأولى وحقيقة تشكر وزارة النقل على هذا المشروع لهذا الطريق الحيوي والهام والذي يعد من أفضل الطرق في المنطقة التي تربط السراء باتهامة حبيت أوافيكم بهذا التقرير لتتضح لكم الصورة وسيظهر لكم حجم العمل من خلال اللقطات التي أوافيكم بها وقد حاولت الحصول على معلومات من وزارة النقل عن المدة المتوقعة للانتهاء من هذا المشروع إلا أنهم اعتذروا لعدم توفر المعلومات حول المدهة المحددة كما سأرفق لكم لقطات العقبة قبل وأثناء المشروع لتلاحظوا الفرقة وفي الهتام أشير إلى أن هذه العقبة تم افتتاحها في 11 محرم 1443 حيث افتتاحها سمو الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة أسير ومعالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر إلى اللقاء اشتركوا في القناة